كامل الزيارات أوثق كتبنا لابن قولوي القمي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طيران إيران إنه الباب الحادي والأربعون إنها الصفحة التاسعة والعشرون بعد المئة إنه الحديث الخامس بسنده بسند ابن قولوي عن أبان ابن تغلب من كبار أصحاب الصادق صلوات الله عليه إمامنا صادق يقول كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها الإمام ينتفض بدرع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها المكتوب هنا بجداجة وفي كتب أخرى بخداجة وكل هذا لا معنى له الذي يبدو لي فيغشيها بخداعة من استبرق الاستبرق هو أفضل أنواع الحرير يكون ناعم الملمس جدا وصقيلا كالمرعات وهو حرير طبيعي ونحن نعرف في أحكام دين العترة الطاهرة من أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير الطبيعي لا أتحدث عن الحرير المصنوع الذي ينتشر في زماننا ما يقال له الحرير في أيامنا هذه هو حرير مصنوع لا أتحدث عن هذا إلا إذا كان طبيعيا إنما أتحدث عن الحرير الطبيعي الذي ينسج من دود الحرير يأخذ من دود الحرير الاستبرق هو أرقى أنواع الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير النساء يلبسن الحرير هذا من شأنهن لكن الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير إلا في حالة الحرب في الحرب لماذا يلبسون الحرير في الحرب لأن الحرير خصوصا الاستبرق ناعم الملمس هو سقين كالمرآة فحينما تقع السيوف عليه تنزلق فلا يصاب لابس الحرير وكانوا يلبسون الحرير على دروعهم فيقال لما يلبس على الدروع من لباس الحرير بأنه خداعة يخدع العدو فهو لا يرى الدرع من تحت الحرير فحينما يضرب يوجه سيفه إلى الحرير حينئذ ينزلق السيف يشطح فلا يؤثر في المضروب هذا أمر معروف كان في ثقافة الحرب القديمة والأئمة حينما يتحدثون يتحدثون بلسان زمانهم فيغشيها يفترض بخداعة وليس بجداجة أو بخداجة كما في كتب أخرى فيغشيها بخداعة من استبرق ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ الأدهم كما بيّنت لكم قبل قليل اللون القاتم والشمراخ البياض في جبهة الفرس بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة تلاحظون هناك انتفاضة ينتفضها الإمام وهناك انتفاضة تكون من قبل الفرس الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجري أمرا بنفسه وهذا الأمر الذي يجريه بنفسه يؤدي إلى أن الوسيلة الأجهزة التي تتحدث الرواية عنها تظهر نشاطها الإمام يبدأ بالتفعيل وحينئذ تتفعل تلك الأجهزة والوسائل كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها بخداعة من استبرق إنها وسائل تخفية ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم قد يقول قائل من أنك قرأت الرواية قبل قليل لماذا تعيد قراءتها هناك بعض الفوارق بعض الإضافات بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة في الرواية السابقة كان الحديث عن انتفاضة الفرس الكلام هنا عن انتفاضة الإمام أولا في مجال خاص به فينتفض هو بها فتستدير عليه فهذا المكان الذي فيه الإمام يتحرك يستدير على الإمام فيغشيها بخداعة من استبرق ينشط يفعل طاقة وقدرة فيها كي لا تكتشف من قبل الأعداء وبعد ذلك يكون في وسيلة ومجموعة أجهزة هي أكبر ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ هذه الجهة التي يصدر منها البث بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرونه أنه معهم في بلادها فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وساعرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله تلاحظون أن الرواية هذه جمعت المطالب كلها التي مرت في الروايات السابقة وهذا ما أردت أن ألفت أنظاركم إليه من أننا لا نستطيع أن نفهم المقصود من الرجوع إلى رواية واحدة لابد من الإحاطة بكل الروايات حتى تتضح الحقائق هذه الرواية شرحت لنا الروايات السابقة إذن هذه مجموعة من الأجهزة هذه مجموعة من الوسائل والآلات فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله فإذا هزها لم يبقى مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد فهل هذه راية تتألف من سارية خشبية ومن قماش في رأس هذه السارية فإذا هزها لم يبقى مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد ويُعطى ويُعطى المؤمن قوة أربعين رجلا يُعطى بعد أن تُهز هذه الرأية أية راية هذه وَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ مَيِّتٌ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِي قَبْرِهِ هذا هو الذي نقرأه في أدعية شهر رمضان اللهم أدخل على أهل القبور السرور هذا من أدعية الفرج لكنكم تقرؤونه ولا تفقهون معناه من الأدعية التي يُستحب قراءتها يومياً في شهر رمضان اللهم أدخل على أهل القبور السرور بخروج قائم آل محمد ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره أي قدرة وأي طاقة في هذه الأجهزة أي تقنيات هذه لا نستطيع أن نتصورها مهما تخيلنا وتخيلنا وتخيلنا تلاحظون أن الحديث لا يتعلق بأمور نحن نعرفها أكانت في الزمن الماضي أم هي توجد في زماننا الآن كأني بالقائمي على نجف على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها بخداعة من استبرق ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله حينما يوجه طاقتها فإذا هزها باتجاه المؤمنين لم يبقى مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد كقطع الحديد ويعطى المؤمن قوة أربعين رجلا ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره وذلك حين يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم فإن حط عليه ثلاث عشر ألف ملك وثلاث مئة وثلاث عشر ملكا قلت كل هؤلاء الملائكة قال نعم الذين كانوا مع نوح في السفينة والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار والذين كانوا مع موسى في الروايات السابقة لم يرد ذكر موسى والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه وأربعة آلاف ملك مع النبي مسومين وألف مردفين في الروايات المتقدمة لم يكن هناك تمييز بين المسومين والمردفين بينما القرآن ميز بين المسومين والمردفين الرواية هنا ميزت وأربعة آلاف ملك مع النبي مسومين وألف مردفين وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة بدريين وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين فلم يؤذن لهم في القتال لم يؤذن لهم أبو عبد الله فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له منصور يا منصور أمت يا منصور أمت هذا الشعار الذي كان في بدر يشير إلى هذا القائد الملائكي من جملة شعارات بدر يا منصور أمت هذا الشعار الشيعة الذين انتفضوا عبر التاريخ كالمختار الثقافي كانوا يحملون هذا الشعار يا منصور أمت هو من شعارات الظهور الشعارات المهدوية المهدوية عند قيام إمام زماننا هناك الشعار المركزي الشعار المركزي الذي يتضمن معنى معنى الولاية لعلي علي ولي الله هذا هو الشعار المركزي وأما شعار الحماسة والمودة يا لثارات الحسن هذا هو شعار الحماسة الشعار الحركي العسكري يا منصور أمت ورئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر لا يزور الحسين زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا يمرض مريض من زوار الحسين إلا عادوه ولا يموت ميت إلا صل على جنازته واستغفروا له بعد موته وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه صلوات الله عليه الملائكة بانتظارك يا بقية الله قلوب أوليائك بانتظارك بانتظارك يا بقية الله هذا الظلم في كل مكان هذه البشرية البائسة بانتظارك يا بقية الله سجون الأرض مملوءة مملوءة هذه السجون تنتظرك يا بقية الله الجميع المجرمون ينتظرونك يا بقية الله المطيعون العاصون الجميع بانتظارك لأن الجميع يعيشون على الأمل لا يعرفونك لا يعرفونك لكنهم يعيشون على الأمل وأنت أنت الأمل يا أمل الآملين يا قائم آل محمد وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه سلوات الله عليه ونقرأ أيضا في غيبة النعماني من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل الحديث يبدأ من الصفحة 319 إنه الباب التاسع عشر الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة قلت وكم تكملة الحلقة قال عشرة آلاف جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم يهز الراية ويسير بها فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها في الأرض في مشرق الأرض ومغربها في بادئ الأمر فإن المؤسسات الدينية في كل العالم ستعلن حربها عليه ابتداء من المؤسسة الدينية الشعية في النجف وانتهاء بكل المؤسسات الدينية الأخرى الناس تتبع رجال الدين اليهود على دين أحبارهم وحاخاماتهم والنصارى على دين بابواتهم وقساوستهم وسنة على دين مشايخهم وفقهائهم والشيعة على دين مراجعهم والآيات العظمى وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يفقهون من الإسلام شيئا وما كانوا على الإسلام في يوم من الأيام ولكنهم صاروا حججا للإسلام والمسلمين ولذا فإن الجميع سيلعنون هذه الراية لكنها سترغم آنافهم سترغم آنافهم فهذا قائم آل محمد هذا ابن حيدار فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها وهي راية رسول الله نزل بها جبرائيل يوم بدر ثم قال يا أبا محمد هذه كنية أبي بصير أبو بصير يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا وإلا فإن كنيته الأصل أبو محمد ثم قال يا أبا محمد ما هي والله قطن ولا كتان ولا قز ولا حرير القز نوع من أنواع الحرير قلت فمن أي شيء قال من ورق الجنة نشرها رسول الله يوم بدر الأئمة يتحدثون بلسان التقريب والمدارات وهذا هو الذي أقوله دائما فهذه الأوصاف تناسب أبا بصير قال من ورق الجنة نشرها رسول الله يوم بدر ثم لفها ودفعها إلى علي فلم تزل عند علي حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير المؤمنين ففتح الله عليه ثم لفها وهي عندنا هناك عندنا هناك في خزانتهم في خزانة المعصومين التي هي خزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة الحديث هنا عن راية من سنخية أخرى وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم فإذا هو قام نشرها فلم يبقى أحد في المشرق والمغرب إلا لعنها ويسير الرعب قدامها شهرا ووراءها شهرا وعن يمينها شهرا وعن يسارها شهرا ثم قال يا أبا محمد إنه يخرج موتورا إنه يخرج موتورا ظلم البشرية لله ظلم البشرية لمحمد وآل محمد ظلم البشرية للأنبياء والأوصياء ظلم البشرية لأولياء محمد وآل محمد ظلم البشرية للمستضعفين وللفقراء وللأطفال ولكل الذين لا يملكون قوة في مواجهة الظلم يا أبا محمد إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وعليه آثار وبقايا من دم رسول الله الذي سال في يوم أحد يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وعمامته السحاب هذه عمامة النبي ودرعه درع رسول الله السابقة وسيفه سيف رسول الله ذو الفقار هو سيف رسول الله وسيف علي يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر دون سنة هذه الفترة التي يجري فيها العملية الجراحية الكبرى لاستعصال الغدد السرطانية الخطيرة النجسة وأخطرها غدة النجسة غدة النجسة يا ويل النجسة يا ويل النجسة من سيف قائم آل محمد يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا يقتل كثيرين فأول ما يبدأ عند ظهوره في مكة ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله أما سراق صاحب الزمان أين تعرفونهم الواوية وين الواوية في النجسة في النجسة الواوية هناك فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ماذا فعلت قريش بدين الله سقيفة بني ساعدة أسستها قريش كل الذين بنيت على أكتافهم هذه السقيفة النجسة المشؤومة من قريش ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف ولا يخرج القائم ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان هذه الرواية قرأتها لأجل هذه الكلمات في آخر الرواية ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان أين في واشنطن مثلا أو في الإرجنتين أو في البرازيل أو في موزنبيق أين ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة لا في بغداد ولا في الرمادي ولا في الموصل ولا في أربيل في البصرة والكوفة في المناطق الشيعية الشيعية ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي ويل للشيعة العراق ويل للشيعة العراق لا يشترط في أن الكتب هذه تكون مطبوعة تباع في المكتبات الكتاب قد يعبر عن فتوى والكتاب قد يعبر عن بيان والكتاب قد يعبر عن اتجاه فكلمة الكتاب تعني شيئا مجموعة ولذا يقال لمجموعة الجنود في الجيش كتيبة وللمجموعات كتائب ويقال للرسائل التي تكتب على ورقة واحدة يقال لها كتب الرسالة كتاب وكل ما يكتب يقال له كتاب هذه الفتاوى التي تقول لكم بأن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هذا جزء من البراءة من علي هذا مصداق هذه مقدمات فإن الأمر في قادم الأيام سيكون أسوأ وأنتم من طيحة حظكم يا شيعة العراق تصفقون وترقصون لهذه الفتاوى من طيع الله أعظكم هناش أكو أدمغة لو قنادر عتيقة ولكم شلون الصلاة تبطل بذكر علي شلون بأي طريقة تفكرون يا حمير لا أتحدث عن حمير الشيطان في النجر أتحدث عن الحمير الذين يقولون نحن خدام الحسين طاع اللحظكم أنتم خدام يزيد كيف تكون الصلاة باطلة بذكر علي كيف تكون ذكر علي هو طهارة الصلاة صلاتكم نجسة صلاتنا نجسة ونجاستها من نجاسة نوايانا إذا عردنا أن نطهرها فعلينا أن نذكر علي فيها لأجل أن نطهر صلواتنا ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي نحن لا نتوقع أن المراجع أو أن أحدا من الناس يقولها علنا حتى من أتباع سقيفة بني ساعد وحتى من الوهابي من أتباع ابن تيمية ذلك الناصبي اللعيم لا نتوقع من أحد منهم أن يعلن براءته من علي ربما يوجد فيهم من صغارهم من جهالهم من سفهائهم يقولون هذا الكلام أما من كبارهم ومن وجهائهم فإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يعلن براءته من علي ليس الناصب هكذا علمنا أهل البيت ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد فإنك لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد لا يوجد هكذا وإنما الناصب من نصب العداء لكم لأولياء محمد وآل محمد وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا وهذا المعنى ينطبق على نواصب الشيعة وهم النواصب الأقدر ينطبق على مراجع النجف الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وآصحابه هذه ثقافة العترة الطاهرة لو كان المقام يسمح لي بالتفصيل لفصلت كثيرا في هذه المضامين ولقد تحدثت عنها مرارا ومرارا وكرارا وكرارا في برامج السابقة التي تبث على هذه الشاشة والتي تتوفر أيضا على الشبكة العنكبوتية تذكروا هذه الكلمات هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي السبب أنتم السبب أنتم وخاطبوا شيعة العراق أنتم الذين توفرون الأرضية لهذه الفتاوى ولكتب الضلال هذا ولذا فإنكم شيئا فشيئا ستندفعون بعد ذلك لمبايعة السفياني الإمام السجاد هو الذي أخبرنا بذلك ومرت علينا الروايات في الحلقات الماضية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر